إزاي ممكن يكون في آليات للتواصل ما بينكم وما بين العمال أو أصحاب الأعمال هل في مثلا خطوط تليفونية ساخنة أرقام معينة ممكن نفيد بها الناس لو حد عنده مشكلة أو أزمة أو يتوجه لمين بشكل شخصي طبعا يعني إحنا في كذا مكان إحنا عندنا النهاردة الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة ده موجود لو حب يوصل أي رسالة من خلال الموقع بيوصلها أيضا النهاردة بوابة الشكاوى الحكومية أي شكوى بتيجي على بوابة الشكاوى الحكومية إحنا بنتلقاها وبنحاول بقدر الإمكان أن إحنا نتفاعل معها بشكل سريع أيضا العمال وأصحاب الأعمال عندهم الدراية والعلم في أي محافظة هو موجود بيعرف يتواصل بسرعة مع مدرية القوى العاملة أو مع مكتب العمل القريب منه عشان يوصل الرسالة هناك أيضا قناة إحنا بنغفل عنها وهي السادة المحترمين أعضاء مجلس النواب بيوصلنا الكثير من الشكاوى الخاصة بالعمال وبالفعل بنتناول هذه الشكاوى وبنحاول بقدر الإمكان أن إحنا نكون في سرعة في الأداء للانتهاء من هذه الشكاوى يعني مجالات التواصل مجالات كثيرة ويمكن العمال وأصحاب الأعمال يعلموا هذه المحاول وهذه المجالات اللي يقدروا بيها أن هم يوصلوا الشكاوى اللي لديه ترجمة نانسي قنقر